اشهد معالي السيد احمد بن ابراهيم الملة رئيس مجلس النواب بما جاء في الكلمة الملكية من توجيهات سامية بمناسبة ذكرى تولي جلالة الملك مفد مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد وقال انها نبراس عمل وطني بارز سيعمل مجلس النواب على الاقتداء بها والسير عليها وهي مناسبة وطنية مجيدة لتجديد الولاء والوفاء وان منح المكرمين الاوسمة محل فخر واعتزاز من الجميع ويؤكد بان مملكة البحرين تقدر اعمال وجهود ابنائها المخلصين ما يعزز من قيم العمل والانجاز لكل من يساهم في عملية التنية الشاملة كما يعد مسئولية وطنية مضاعفة للجميع في ظل المشروع الاصلاحي والمسيرة الديمقراطية